اشتركوا في القناة والتحليل بين منطقة الاشكال العلمي مع نظيف التطور الدارويني ومنطقة الاشكال الديني يعني انا مستفز بشكل اكبر معاجمة يتعلق بالاشكاليات الدينية متعلقة مع النظرية من منطقة اشكاليات علمية يعني بمعنى اخر الجدل المتعلق بالاشكاليات العلمية ترى هو جدل علمي بالنسبة ليس موجب من حيث هو بالضرورة للتفسيق والتبديع والتكفير وغير المعطيات نعم على المستوى الشخصي عندي مشكلات فيما يتعلق بكثير من المقولات المتعلقة بالداروينية على المستوى المعرف العلمي لكنها في النهاية هي أرى يعني في إطار العلم الطبيعي التجربية لا تخرج عن إطارها طيب ما هي منطقة إشكال الديني أنا أظن أن أكبر إشكاليتين متعلقتين بنظرة التطور الدارويني قضيتين القضية الأكثر خطورة هي العشوائية يعني ابتناء النموذج الدارويني العشوائية العامية إن الطبيعة العامية على تعبير The Blind Watchmaker لما وليم بيلي قال لك أن ترى الكون بالإتقام بالإحكام موجودة لابد له من A Watchmaker لابد له من صانع ساعات فجاء ريشد دوكنز قال لك لا أن ترى الكون بإتقامه بإحكامه لا يحتاج إلى A Watchmaker لأن الطبيعة العامية The Blind Watchmaker ممكن تخلق لنا هذه القضية فهذه الإشكالية الأولى إن مسار التطور الدارويني لا تستطيع أن تتنبأ به يعني لماذا وجد الإنسان بخمسة سابع كان ممكن ستة هي قضية اعتباطية هي قضية عشوائية ماشي نشأ الصفة في سياق أذ أصلح لبقاء الكانل الحي فجاء الانتخاب الطبيعي وانتخبه يعني عملية الانتخاب الطبيعي فاهمين أنه إطار النظم إطار السناني قانون لكن قضية نشأت الصفات الجديدة الطفرات الوراثية ليست إطارا قنانيا فيها مدخلية لقضية العشوائية فيه مدخلية لقضية الصدفة فجزء أساسي بمكونات الدارونية في تقييم التقدير اللي هو ما يتعلق بقضية العشوائية ما يتعلق بقضية الصدفة اللي يعتقد به دينيا قضية أنه إن كل شيء خلق عنه بقدر يعني يعني إيمانيا فيه إشكالية ما يتعلق بهذا المساحة المساحة مشكلة الإشكالية في العشوائية هذا إحدى الإشكاليات إيه والعشكائية بمعنى أن الطبيعة العمياء هي اللي تنتخب تنتخب هذه إشكالية وطبعا قناعتنا تترتب على تبني هذه الرؤية الدارونية لوازم مشكلة جدا في المجال المعرف ومجال الأخلاق وغيرها يعني في المجال المعرف خلنا بس نختص الموضوع بعبارة دارون نفسه يقول ينتابني شكل فضيع لما يعني لما تأمل في الدارونية ومدى استحقاق عقلي للثقة فيه يعني إذا كان العقل الإنسان البشر هو مجرد منتج للتطور الداروني الأعمى طيب ما الذي يحتمل عن تصديق بما يمليه عليه عقل يعني في أخير العقل في مسارين يعني إما أن العقل هذا تطور ليوصلنا إلى الإدراك الحقاق الموضوعية الموجودة في الخارج أو العقل طور من أجل سبقاء حياتنا طيب إذا كان العقل مطورا للسبقاء حياتنا في ظل نموذج دارويني ما هي الضمان الحقيقي أن العقل يفضي بنا إلى الصواب إلى الحقيقة محتمل أن العقل يكذب علينا لأن الكذبة هذه أصرح في بقائنا فداروين يسجل لك اعتراف أن ترى ينتابني شك فضيف فيما يتعلق بهذا القضية يعني في النهاية ما هم بر الموضوع للثقة بالعقل إذا كنا متطورين يعني عن أسلاف سابقين نحن نعتقد في عقول أنه غير متسعقة للثقة وأنه ممكن تتطور البشرية لسياق مختلف وبعض من الأحد يصرح بهذا رونس كراوس لما يقول لك أن البشرية نشأت في غابات السفانة على سمثال نشأت عقولنا في غابات السفانة عشان نتفعل مع هذه البيئة وأننا لا نستطيع أن نتفهم ما يتعلق بالكوانتوم فيزيكس يعني التواهمات التعارض متعلقة بالكوانتوم فيزيكس وما يتعلق بقضية المنطقة والعقل الضروري فعند المنطقة العشوائية المنطقة الثانية الإشكالية لما يتعلق بالدارونية آدم عليه الصلاة والسلام يعني الذي يعتقد وإدين الله سبحانه وتعالى به أن ما يتعلق بخبر آدم وأنه خلق خلق مباشرة والله عز وجل أسجد له ملائكته وخلق بيده سبحانه وتعالى وأنه خلق من غير أب وأم أن هذا حقيقة مستقرة في الوحي القرآني وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني ليس له جد مشترك ليس له ليس له أب وأم وبالتالي ليس له سلف مشترك يعني مثلا ما يقول الله سبحانه وتعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من ترى ثم قال له كن فيكون طيب إيش منطق الحجاج الموجود في هذه الآية عندنا طائفتين في طائفة طعنوا في المسيح من مريم اليهود لماذا طعمتم في المسيح من مريم قالوا أن تدعي أمه أن أتت بهذا الولد من غير أب هذا موجب للطعن فيه فقال الله عز وجل أليست ألستم تؤميون بقدرتي على أن أخلق رجلا من غير أب ولا أم يقولون ليهود نعم لأن خلقت آدم بين أبن وأم فأنا القادر سبحانه وتعالى على أن أخلق إنسان من غير أب يعني إيمان الإنسان بآدم يختضي منه أن يكون أكثر إيمانا بإمكاني أن تأتي امرأة بولد من غير أب لأن الأبعد في الذهن الذي هو الخلق المباشر من غير أبن وأم فالخلق من أم أقرب إلى الذهن المعقول فإن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه متراث وقال له ما يكون ما يصح الطعن في عيسى لأنكم تؤمنون بآدم أو الطائف الثاني النصارى الذين أله المسيح لماذا تؤله المسيح لأنه ولد بولادة معجزة بلا أب طيب فيقول لهم الله عز وجل فقياس الأول يختضي أن تعظم وتؤله آدم لأنه إذا في ضوء هذا المعيار خلق من غير أبن ولا أم فهو أبلغ في هذا المعنى طيب إذا قلنا هنا منطقة الإشكال بالنسبة لي وهذه هذه جزء من خطورة وما وجدت أحد قدم جوابا فيما يتعلق بهذا الإشكال ممن يتمنى طروحات التطور الموجه مثل المثال أو التطور إلهي من المتديني طيب إذا قلنا أن آدم عليه الصلاة والسلام خلق بأبن وأم كيف يستقيم هذا الحجاج القرآني يعني من أتت بولد بلا زوج فيقول الله عز وجل لهم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم وخلقه من طراب ثم قال له كم في أكون المفترض في ظل تبني هذه الرؤية الداروينية يقولون لا يا الله ترى آدم خلق من أبن وأم فليس في حجة أن السدلال عندنا بآدم آدم هو خلق من أبن وأم من جنسي خلقي أنا وأنت والبقية فهذا فقط أحد الأدوات وإلا لما يقرأ الإنسان القصة القرآنية المفصلة فيما يتعلق بقصة آدم عليه الصلاة والسلام سيدرك أن مفصل بطريقة يستبعد جدا أن يكون يعني أن تصح مثل هذه النظرية ولذا يعني لو سوى الإنسان أشبه للسفتاء العام طيلة التاريخ الإسلامي من ألف وربعين سنة إلى اليوم ما الذي احتمل عامة المسلمين على اعتقاد أن آدم خلق خلقا يعني مميزا خلق خلقا مباشرا خلقا بيد الله عز وجل الذي احتملهم في ظني اللي هو الإيمان والتصديق بالنص القرآني يعني فإذا كان يعني هنا منظ 이러 something إذا كان هذه النظرية تتبنى فمعنات النص القرآني قد ظل للعباد فيما يتعلق بهذه الحقيقة العلمية أو التجربية أو التطبيعية وهذه منطقة إشكال كبيرة بالنسبة لي فهذا ما يتعلق يعني بالإشكالية مع المنظومة الدارولية إشكالية الأولى ما يتعلق بالعشوائية الإشكالية الثانية ما يتعلق ب قضية آدم عليه الصلاة والسلام تبقى عندنا قضية فلسفيا بعيدة عن رؤية الدينية الخاصة يعني أنا لا أم بهاتين قضيتين باعتباري مسلما هل الداروينية من حيث هي تتعارض مع مبدأ وجود الله سبحانه وتعالى أنا أزعم لا أنه ما يلزم بالضرورة يعني الإشكالية أن بعض الملاحظ يقدم الداروينية كبديل عن وجود الله سبحانه وتعالى فنقول الآن عندنا قضيتين مفصلتين عن القضية عندنا ما يتعلق بالأديان السماوية ودين الإسلام منها هل عندها إشكالية مع المنظمة الداروينية أنا أزعم نعم في المنطقتين العشوائية وآدم عليه الصلاة والسلام طيب إذا كان السؤال مع ملحد يعني يقدم الداروينية كبديل عن فكرة وجود الله سبحانه وتعالى فأنا أزعم أن أن هناك عدد من المتدينين يؤمنون بهذا ويؤمنون يؤمن بوجود الله سبحانه وتعالى وفي نفسه يؤمن الداروينية نفسه عندما ألف كتاب لما ألف كتاب لم يكن ملحداً لما ألف الكتاب ألحدة تالياً بسبب مشكلة الشارع وقصة أخرى طيب وغيرها كثير يعني كثير يعني ما بيضخل في ذكر الأسماء متعلقة بها والسبب يعني أن أولاً المنظومة الداروينية إنما هي منظومة مفسرة للعالم البيولوجي لا تفسر ما يتعلم بالفيزيكس على المثال ما يتعلق بالكوزمولوجي الكونيات لا يقدم لنا تفسيره مطلقاً لكيفية نشأة الحياة بل يعني نشأة الكون بل الداروينية لم تقدم لنا تفسيره لنشأة الحياة يعني ما هو تجل الحياة في بذراتها الأولى هي تقدم بس تنوع الأجنس الأنواع عن كيف وقعت تطور وتنوعت وتفرعت الأحياء وليس هناك مانعون في العقل يعني بعيداً عما ذكرناه في القضية الدينية أن الله عز وجل قد خلق الأنواع بعضهم بعضاً عبر سنة ونظام خلنا نعبرها بالداروينية فعندنا مستويين إذا نتكلم عن قضية وجود الله سبحانه وتعالى فهل الداروينية تقف على الضد من وجود الله سبحانه وتعالى أنا أقول لا لا يلزم بالضرورة لإعتبارات الثلاثة ذكرتها أن الإطار المفسر للداروينية والبيولوجيا والإطار الكوني أوسع دائرة من هذا والقضية الثانية ما يتعلق أن الداروينية كذلك لا تقدم تفسيراً وفي الإطار البيولوجي نشأة الحياة ثلاثة اللي هو قضية الداروينية في النهاية يعني يمكن أن أؤمن بوجود الله وأؤمن أن أن اتخذ من الداروينية سنة ونظام مفسرها لوجود المعالوجات طيب إذا حكمنا الداروينية الآن إلى الرؤية الدينية نحتاج أن نستثني منها معاملين أن المسألة وقع بتقديم الله سبحانه وتعالى وتطوير وأن آدم عليه الصلاة والسلام وتطوير يحتاج من التطور تطور كأنه يوحي أن التطور عشوائي وتطور ليس مراعم فيه فاعل تطوير له فاعل تطوير كأنه فيه شخص معين وطور فما يتعلق بالمملكة الحيوانية والنباتية هل يمكن عقلاً أقول نعم ممكن عقلاً أن تطورت الأجنس بعض من بعض هل هناك ما يخالف في الشرع؟ هل هناك ما يخالف في الشرع؟ أنا أقول لا يوجد في الشرع على المستوى الشخصي ما يتعلق بالدلالة القطعية متعلقة هل هناك إشارات ظنية محتملة؟ محتمل يعني مثلاً أقول دلالة ظنية مثلاً عند الحديث الإمام مسلم المشهور لأنه خلق الله عز وجل السماوات يوم كذا والأرض يوم كذا والتربة يوم والشجر والدواب ذكر الأيام فممكن يفهم الإنسان من هذا الحديث أن هذه خلقات خلق مستقل ممكن يفهم هل تكلم في هذا الحديث؟ فهو طبعاً البشكالية مثل ما قلت ظنية من جهة الثبوت أن الحديث بعض الأمه يعله إلمان بخاري وإلمان أحمد يعله الحديث وحتى لو صح الحديث فدلالته ليست دلالة القطعية مستحقاً فيما يتعلق في بابه وكثير يعني بعض المعادلات بس هي قصاراها مثل ما قلت أن هذه دلالة ظنية ليست من قبل دلالة القطعية التي ورد في حق آدم عليه الصلاة والسلام ولتالي يحتاج إنسان يعمل فيها ما يعمله في قضية التعارض بين العقل والنقل مثلاً نستطيع أن نفرع ما يتعلق بالعلم الطبيعي التجريبي والنقل وأن المقدم فيها القطعي وأن إذا تعال الظنيات ويتطلب المرجح بين تلك الظنيات وأن جنس الدليل ليس هو المقدم مطلقاً عقلياً أو نقلياً أو حسياً تجريبياً وهكذا في من الناس يأتون بآية ثمانة أزواج أنا ذكرتك هذا قسم من الدلعة الظنية فلما تقرأ في كتب المفسرين فليس ظاهرة هل مقصود الإنزال من السماء إلى الأرض ولا الإنزال من ذكران تلك الدواب إلى إناث الدواب يعني هناك كلام طويل في المفسرين فهذا الشيء أقول أن من خلال قراءتي فيما يتعلق بهذا المجال ما وقفت على دلالات تدخو في إطارة القطعية التي تحتمل الإنسان وزي ما قلت كل الكلام السابق هو مجرد تجويز عقلي وتجعل من قبيل مسكوت عنه في الوحي وتقول أن الإشكاليات العلمية تناقش وزيزادة في إطارها العلمي الطبيعي التجريب ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة